في سنة 1923 وفي أم البواقي في الجزائر اتولد أسطورة الثورة الجزائرية القائد المناضل واحد من من خلدتهم واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية كان واحد من المحركين الأساسيين للثورة وصاحب المقولة الشهيرة ارموا بالثورة في الشارع يحتضنوها الشعب وصاحب مقولة أريد أن أعذب حتى أتأكد أن جسد البائس لن يخونني تم اعتقاله من الاستعمار الفرنسي وتم تعذيب أشد أنواع العذاب من خلق أعظافر وكسر أسنان وسلخ لحم الوجه كل ده عشان يقول أسرار الثورة الجزائرية فكان رد عليهم بالشتيمة والبسق فأنت لو شفت صورة زي دي وشفت الشخص صاحب اللي ابتسامة مستحيل يجي في بالك أن الشخص ده تم وصفه بأنه أخطر رجل بتبحث عنه فرنسا وبانتظاره الإعدام الشخص ده اللي فرنسا كانت عارفة أنه مش مجرد شخص ثوراجي وبتاع فوضى كانوا عارفين أنه بيمثل زعيم وقائد للثورة عشان في النهاية يتم إعدام حكيم الثورة الجزائرية العربي بنمهدي يوم 4 مارس سنة 1957